مصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وماء للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد والحد القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد كمان فيه أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووصلت سيناء وده على فترات متقطعة وخلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجوة النهاردة من الدكتورة منار غينم وعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ المياه وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بيكي وخلينا نتطمن على حالة التقص النهاردة خصوصا أنه فيه أمطار ما بين خفيفة المتوسطة وساعات كسيفة ورعدية وسرعة الرياح وصلة معنا محملة طبعا بالأتربة لستين كيلو متر في الساعة فطمنينا الجو ده احنا هنعيش فيه لحد إمتى والأماكن كمان اللي فيها الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وكثيفة بتكون فين بالزبط يمكن الحمد لله احنا اليوم هنشهد تحسن في الأحوال الجوية وطبعا تحسن نزلي في الأحوال الجوية بعد زروة عدم الاستقرار اللي احنا شاهدناها بالأمس والأتربة وصفوط الأمطار اللي شاهدناها بالأمس على أغلب مناطق الجمهورية اليوم هتبدأ تهدأ سرعات الرياح على أغلب المناطق فيما عدا السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق الموجودة في سينة ان شاء الله اليوم مش هيكون فيه أتربة وريمال مصارع لكن في نشاط رياح على السواحل الغربية ده يخلينا نحس أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة التقصي فقط في السواحل الشمالية للبلاد هيستمر مصادر الكتلة وهي معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود امتداد منخفض جو غير متعمد في طبقات الجو العليا ففي تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد هتحجب جزء من أشاهد الشمس وتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحرارة بالإضافة كمان ان طبعا درجات الحرارة منخفضة هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة بنشهده يعني خلال الأيام الماضية العظم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 18 درجة معوية فاحنا هنحس بيه التقس ما بين البارد إلى الماء للبرودة خلال فترة الصباح الباكر مع تقدم ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد طيب هل ده معناه انه فيه تحسن في درجات الحرارة ترجع ترتفع تاني الأيام اللي جاية؟ يعني تحسن في درجات الحرارة على الأقل لممتصف الأسبوع القادم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية العظم على القاهرة الكبرى هتراح ما بين 18 و 19 درجة مقوية خلال فترة النهار فمش هيكون فيه تحسن في درجات الحرارة بعدها هيكون في انخفاض هنحس بيه أكتر خلال فترات الليل لأن فترات الليل الصغرى هتنخفض وتوصل لكسع درجات على القاهرة الكبرى بعض المناطق من شمال السعيد هتوصل لفت وخمس درجات وسط سينة أقل من خمس درجات بتوصل أحيانا للصفر في بعض المناطق في وسط سينة فلسه في انخفاض درجات الحرارة خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر أجواء من باردة لشديدة البرودة طبعا مع تكاثر السحب المنخافضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد واللي هتحجب جزء من أشعة الشمس هيكون معها طبعا فرص لسقوط الأمطار المباني الخفيفة إلى المتوسطة على المناطق استحالية المطلة على البحر المتوسطة ومحافظات شمال الوجه البحري الأمطار ممكن تمدد خفيفة لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري لكن مكمل الأمطار اليوم غير مؤثر تماما على أي عمل أنشطة يوميا إن شاء الله طيب مع استمرار الدرجات الحرارة في الانخفاض الكام يوم اللي جايين هل الأمطار مكملة معنا بكل أنواحها بقى خفيفة أو متوسطة أو حتى غزيرة؟ بالفعل مكمل معنا سقوط الأمطار يمكن على مدار 72 ساعة القادمة إن شاء الله سقوط الأمطار هيكون على المناطق الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري محافظات المطلة على البحر المتوسط ما بين الخفيفة إلى المتوسطة طيب ده بيأثر على الأعمال اليومية أو على الطرق مثلا؟ لا هو سقوط الأمطار مش هيأثر تماما على أعمال أنشطة يومية ولا حركة طرق لأنها ستكون أقل من اللي شاهدناها خلال الأيام الماضية يعني بالأمسة كانت أمطار متوسط لغزيرة ورعاة دي الأمطار اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة فما فيش منها أي تأثير على أي أعمال أنشطة يومية أو حركة طرق لما فيها مدينة أسكندرية اللي بتشهد دلوقتي أنه الأيام دي؟ بالفعل خلال أيام الماضية كان فيه تأثير محافظة جوي متعمق على محافظة الأسكندرية وسقوط أمطار ما بين المتوسط والغزير الأمطار هتستمر على محافظة الأسكندرية خلال أيام القادمة لكن فيه كميات أقل من الأيام الماضية هتكون كمياتها ما بين الخفيفة والمتوسط يعني ممكن تكون خفيفة تزين عن الخفيفة وتصبح متوسطة لكن مش هتوصل لي الأمطار الغزيرة مع يوم الأحد القادم كميات الأمطار هتزيد وتكون أمطار متوسطة وتقدم للمناطق الداخلية طيب إحنا عارفين أنه هو مع وجود رياح محملة بالأتربة الشبورة بتقل شوي دلوقتي الرياح الأتربة فيها أقلب كتير عن الأول هل ده بيرجعنا تاني للشبورة اللي بتفضل من بالليل متأخر لحد صبح بدري ولا خلاص ما فيش؟ بالفعل لو مع سقوط الأمطار بالأمس بدأت الأتربة تمتهي من الجو وبدأ نشعر بتحسنت الأحوال الجوية لكن الشبورة المائية كمان نشاط رياح ما بيساعدش على تكوين الشبورة المائية بالفعل فمتوقع مع يوم الجمعة القادمة إن شاء الله غدا يكون في تكوين لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وهتأدي لي انقفات طفيفة الرؤية الأطاقية فهنا هنحظر كل قائد مركبات ومسافرين على الطرق تكون القيادة بهدو التام نتابع كافة تعليمات المرور هيرجع تاني في نشاط رياح من يوم الحد والثنين اللي جايين فمش هيكون إن شاء الله في تكوين لي الشبورة المائية وشكرك في نهاية شكرا جزيلا للدكتورة منارغين معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي تعالوا انتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأها بالقاهرة العظمة فيها 18 والصغرى 10 العاصمة الإدارية العظمة فيها 18 والصغرى 9 سكندرية 17-9 العالمين الجديدة 17-9 مطروح 16-9 دميات 18-11 بورسعيد 18-11 الإسماعيلية 18-9 السويس العظمة فيها 18 والصغرى 10 العريش 18-10 كاترين 12-3 طابة 20-11 حلايب 22-16 شلاتين 24-14 شرم الشيخ 21-12 الغرداء 20-11 الفيوم العظمة فيها 19 والصغرى 8 بني سويف 19-8 الوادي الجديد 18-8 أسيوت 18-6 سهاج 19-7 قنى 19-8 لؤسر 19-8 وأخيرا أسوان العظمة فيها 20 والصغرى 9 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة كمان عرفنا تفاصيل حالة الجو النهاردة والكام يوم اللي جايين ناخد بالنا أن فيه صحيح الرياح سرعتها قلت عن الأول والأطربة كمان قلت عن الأول لكن هي مزالت موجودة في أمطار من خفيفة لمتوسطة وأحيانا بتكون غزيرة وده يخلينا نلتزم بالتعليمات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية المختلفة عشان توصلوا بيوتكو أو أشغلكو بألف سلامة نرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقرات شكرا لك يا لأمي